في المغرب جمهورية سيراليون تفتح صفارة لها بالرباط وقنصلية عامة بمدينة الداخلة دوليا في أفغامستان ارتفاع عدد قتل الهجومين في محيط مطار كابل إلى 72 شخصا وتنظيم داعش يتبنى العملية وتتابعون في النشرة أيضا العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن مساء اليوم عن مراصم سحب قرعة البطولة الاحترافية إنوي الأولى والثانية نشرة الأخبار من قناة كافانكا تيفي بطنجا أهلا بكم تم اليوم الجمعة خلال حفل نظم بالرباط تتشين صفارة جمهورية سيراليون بالمغرب وترأص حفل تتشين صفارة الوزير المنتدى لدى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي ووزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون ديفيد فرانسيس وأعلن فرانسيس أن بلاده ستفتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة وكان المغرب وسيراليون وقع أمس على خارطة طريق بهدف تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات وتتعلق خارطة الطريق التي وقعها وزير شؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطا ونظيره سيراليوني بمجالات التربية والتكوين والتعاون التقني والترويج الاقتصادي والاستثمارات والتعاون في مجال الأمن علاوة على تبادل الزيارات الرسمية في خبر آخر تتواصل ردود الفعل العربية والدولية بعد القرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب من إسبانيا أكد الخبير والصحفي الإسباني بيدرو كاناليس أن النظام الجزائري بقراره الأحادي الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في مناورة يائسة إنما يفاقم أزمته الداخلية وفي مقال نشرته المجلة الإسبانية أتى لايار أكد كاناليس أن النظام الجزائري اتهم دون أي دليل وبشكل مخجل المغرب بالوقوف وراء أزماته الداخلية والوضع السياسي في منطقات القبائل والحرائق التي أودت بحياة العشرات وأبرز أن رد الفعل الجزائري الذي يعتبره البعض تعبيرا عن الإحباط يأتي بعد فشل مناورة الأجهزة الجزائرية في بث الفتنة بين المغرب وإسبانيا من جانبه دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد قادة كل من المغرب والجزائر إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يسهم في التصعيد بين البلدين معربا عن استعداد الاتحاد الإفريقي لتعزيز أي مبادرة لاستئناف العلاقات الأخوية في خدمة السلام والازدهار في المنطقة المغاربية وإفريقيا وحثف كي أن على الدولتين الانخراط بحزم في جهود السلام والتعاون المثمر من أجل مصالح الشعبين إلى جديد الوضعية الوبائية حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت عن تعافي 9522 حالة شفاء و97 حالة وفاة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وفي جديد حملة التلقيح الوطنية أعلنت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا فق 18 مليون و22 ألف شخص بالنسبة للجرعة الأولى فيما تجاوز عدد الملاقحين بالجرعة الثانية 14 مليون و68 ألف شخص تعرف مدينة أجادير خلال العطلة الصيفية انتعاشا ملحوظا لمهن مختلفة ترتبط بفصل الصيف وتختلف المهن الموسمية باختلاف العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية المميزة لكل منطقة النموذج من أجادير نتابع نحن من الصيف وصيف كان نجي وندقزو حد شبوية هنا الله يجعل البركة هذا العمرة العمعيان الله يجعل البركة بنادم يسلك وصافي بنادم رغري مع الدوروف الحمد لله ما عندناش من بدل المهن هنا نحن من الصيف وصيف كان نجي وليه هنا والسلام علينا هنا نبيعوه الطيلات نبيعوه الفيليلات نبيعوه الزقوية دوليا ارتفع عدد قتل الهجومين في محيط مطار كابل إلى 72 شخصا على الأقل بينما أصيب أكثر من 140 آخرين وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول في حركة طالبان من جانبها أكدت مزارة الدفاع الأمريكية مقتل 13 عسكريا من مشات البحرية وإصابة 18 آخرين وفي أول تعليق له عقب الهجومين في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل قال رئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لديها مصالح مشترك مع حركة طالبان نافيا توفر معلومات عن تواطئ الحركة مع تنظيم الدولة وفي وقت سابق ذكرت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم في شأن الأفغاني دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع لمناقشة الوضع الفوضوي في أفغانستان وفق ما أفاد ديبلوماسيون وبعث جوتيريش برسائل رسمية يدعو فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى اجتماع يعقد الاثنين المقبلة والتأم مجلس الأمن بكامل هيئته آخر مرة بشأن أفغانستان في سادس عشر وشط الجاري بعد يوم من استلاء طالبان على السلطة في البلاد رياضيا أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسيم صحب قرعة البطولة الاحترافية إنوي الأولى والثانية ستجرى اليوم الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم وذلك ابتداء من الساعة الثامنة مساء وذكرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في بلاغ لها أن مراسيم هذه القرعة ستنقل مباشرة عبر كل من الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وصفحتها الرسمية على فيسبوك وكذلك عبر قناة رياضية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خطام نشراتنا تفاصيل أوفا عن أخبار العالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني كبانكاتغ بوان تيفي هناك جميعاً كبانكاتغ بوان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة